تعرف يعني أن أنا طول الوقت مسكة الموبايل وبعدين ده كده شكل حلو لا ده كده لا طب الفلتر ده لا بالفلتر ده لا كده لا الرموش طرع لا مش طرع هو فعلا حتة أن أنا لازم أوصق كل لحظة أنا عايشاها ومفروض المصيف ده جدعين أنا بشوف ستات فول ميكب حتى ميكب كانها راحة صهرة عادي يعني كان فضل لها فستانسورية تلبسوا ورموش ولانسز 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 حتى الملاوينة دي يا ما عملنا حلقات غلط على العين غلط ماما ماما طالع بمخة تسيح حبا وزلك عينك فأنا بشوف حاجات اللي هو طب أنتوا بقى راحين زي تستمتعون راحين يلبسوا فاشن شوية كناك في عرض أزياء سيبك من النقطة دي لأن خلاص إحنا تعبنا وهما ما بيبطلوهاش يعني أوكي هنعدي النقطة دي لكن زي ما قلت حتة التصوير بتخليني أفقد إحساسي بالمكان وبالناس اللي معايا طب أطلع لايف طب أحطها على ستوري طب فأنا فيه إجهات زهني طول الوقت بس ما بنعرفش نسيب الموبايل إحنا الحقيقة برضو كمان إحنا سقاطنا في فخ التباهي يعني أنا روحت فشخرة أنا روحت المنطقة الفلانية ده راح الساحل وده راح السخنة طب أنت روحت العالمين أنا روحت مطروح طب أنت وبقينا نوري بعد فبرضو بننسى متعتنا خد يبالك المصياف فكرته رغم أن هي قديمة يعني عد عليها مئة سنة خلينا نتكلم عن أن المصيف بدأ يظهر في مصر للشعب المصري من حوالي مئة سنة يعني من تقريبا من النص الأول من التلاتينيات لما الأجانب شافوا أنه اسكندرية هم حابينها واسكندرية وبيعملوا فيها مصيف كويس وبدأت الفكرة تتطور طول الوقت بقى لحد ما وصلنا لحد دلوقتي حتى كان بنسبة لنا شرم الشيخ والغرداء والحيطة غريبة دي كانت مشاتي كمان خلي بالك دي كانت مشاتي وكانت برضو بتاعت أجانب أجانب أكثر آه يعني كنا نروحها كده كنا نحن اللي حاسين نفسنا غرباء صحيح لكن هم واغدين على البلد والبحر وعارفين الشمس بتطلع أمتى وعارفين يأكلوا فين ويناموا فين يعني دارسين المنطقة هل يبالك الفرق بيننا وبين الأجنبي في منطق المصيف أنه عايز يتبست أكتر عايز يتصل بالطبيعة أكتر ما بيفردش بساعة في المصيف فأجاسته ما يستنتعش بيه هو هيسحى الصبح الساعة 6 يروح البحر علشان هو عايز يحضر بعد الشروق على طول قبل ما الشمس تبقى قوية عايز يستمتع بكل الوقت في الفترة البينية بتاعت الشمس القوية جدا بيدور على مكان تاني يكون متغطي يروح البول ويروح البسين ويروح حاجات كده فهو قادر يستمتع طول الوقت وماشي حافي يعني لو بصيتهم دايما يوم ماشيين حافيين وعايز يتصل بالأرض وأبسط ما يكون تماما ومش شاغل باله بقى الميون عوقي وشكل اللي أنا لابسه إيه وسينيه ولا لأ وسينيه ولا لأ وحاطت سامب لك بتاع برونزي ولا البلون البرونزاج معرفش مش مضيع وقته في الكلام ده هو مضيع وقته في أنه هو ينبسط زي ينبسط يحقق أجازة سعيدة بالنسباله وبالنسبة لأسرته فهي ده الفرق اللي احنا أنا ظني أنه احنا مش المفروض نسقط في الفخ بتاع التباهي جدا في المصيف أنا عايز أفصل أنا كل القضية أن أنا أفصل أنا علشان أفصل عمري ما هفصل وأنا بدور هحط إيه في الشنطة ويا خبرة بيدي ننسيت الكريم الفلاني ويا خبرة بيدي الميول مش عارف إيه نسيت ويا خبرة دايماً يا خبرة بيدي طب أنا هريح دماري أمتى أنا هنزل البحر أمتى أنا هفرفش أمتى يعني إحنا كمان مفهومنا للسعادة تغير يعني أنا قبل كده شاءل بقى لي بحاجة خالص وعايز أنزل المياه وعايز أقعد براحتي